لا يزال البنك المركزي اليمني محط اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لكن ذلك الاهتمام لم يتجاوز بعد دائرة الرغبة بالتخطيط لتطوير البنك وفق البنك المركزي فإن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبته بالدعم حيث أكدت سفيرة الاتحاد خلال زيارتها للبنك بتقديم المساعدة وكان البنك قد شهد زيارة من قبل خمسة سفراء أوروبيين وهو ما عده محافظ البنك محمد زمام في تصريحات للشرق الأوسط بمثابة مؤشر على استقرار البنك ودليل على الاعتراف الدولي به البنك وفق تصريحات محافظه استطاع حتى الآن تلبية الحاجات الضرورية في المناطق المحررة وغير المحررة ونجح في إحداث تحسن ملموس في العملة المحلية ورجع المحافظ ذلك التحسن إلى ربط الريال اليمني بالريال السعودي وفي سياق مواجهة ميليشيا الحوثي تسعى اليمن بحسب زمام إلى التنسيق مع دول الجوار لإغلاق الحدود وذلك لمنع إدخال عمولات نقدية بطريقة غير رسمية خصوصا بعد ضبط أموال مزورة أدخلها الحوثي بعضها استخدمت في عمليات غسيل أموال لبيع المشتقات النفطية القادمة إلى ميناء الحديدة فضلا عن أن الحوثي تلاعب بأكثر من أربعة مليار دولار في عام 2016 موسيقى 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 اشتركوا في القناة